يا كترون يا كترون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً مشاهديننا ومستمعيننا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي برنامج رمعة لنتواصل معكم مجدداً آملين على أن نقدم حلقة تحوز على رضاكم وترقى أيضاً إلى ذائقتكم لازمنا ننوه بكتابة للغاز عفونا على أساس تقدرون توصلون للحل إضافة إلى ذلك سياسة البرنامج تحتم علينا قبول رمعة واحدة فقط رمعتين لا نقبلها وهذه هي سياسة البرنامج بعد الترحيل بكم مشاهدين الكرام يسرني أيضاً ويسعدني أن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة الشاعر والإعلامي علي بن محمد بن رحمة المري مرحباً وسهل أيبو حمد الله يرحبك على فضلنا يا أبي وأيضاً أرحب بضيفنا الكريم شاعر من الشعراء اللي نتمنى لهم التوفيق وسعداء أيضاً بتواجدهم معنا في هذه الحلقة الشاعر محمد بن حمد الدحبيب مرحباً وسهل أيبو حمد كل بقي بثام الملايين الله يسعد اللي يجيت معك وحن أيضاً سعداء وأيضاً أرحب بعازف الربابة علي بن دهمة مرحباً وسهل أيبو حمد الله يبقيك أبي ثامر وأيضاً أرحب بالشاعر والإعلامي لحدان بن صباح الكبيسي بصباح حياك الله الله يحييك يبقيك وأيضاً أرحب بزميلي في البرنامج ناصر الزعبي الكنترول مرحباً وسهل أيبو حمد الله يرحبك أبي ثامر يمسكك بالخير الله يعني معنا في المجلس ومشاهدين الكرام والحقيقة حنا سعداء أبي ثامر تكون معنا مقدم لبرنامج أنا أرماع في نفس الوقت ومحلل الغاز الله يشاهد أنا مقدم برنامج بس أني رماع ومحلل الغاز كل يوم هذه تاركها العمدة معنا كل يوم العمدة مسكين عندك ما أعطي سوى شي بس رأيك هذا الكلام لا هو صادق يعني يقول لك الصدق إن قال صدق إن قال وثبت هذا ثبت بالدليل أن الحلقات الماضية دائماً أنت تعطي رأيك في اللغز وطلع أكثر من مرة صعب لا صعب حتى لما كان صحيح لا الرأي صعب حتى لما تدريل أنك تسبب الخبرة منكم الله يسلم حتى تسلم تحليلك حتى لما كان صحيح إذا نحل اللغز تغيره نفسها في هذه لحظة ويصير صعب بصباح أنا غير في لحظة بصباح أكيد يا أبو هامل كسبت الخبرة منهم أكيد أنك كسبت الخبرة منهم ما يحتاج أنت تغير وتطلب من غيرك تغير وياه أنا فهر أبو سعيد عندي رأي ثاني وش رأيك أبو سعيد؟ الله ما عندي رأي يقولني أنا أغير يقول ما أغير لا 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 غاداتك صح يعني ما أغير رأي لا ما نتغير يعني أنت خالفة بصباح في الموضوع أنا ما أشف تغير ما أشف تغير ما أشف تغير لكن كان السمح الله أعلم ما أشف تغير لكن السمح الله أعلم أيضا أكرر الترحيب لضيفنا الكريم الشعر محمد أدى حبيب الحقيقة يمكن عندي سؤال أطرح عليك في البداية لقب منقبة الشعر محمد شعر الغرافة والله يا أبو ثامر المربقة التاب وأنا من مويد الغرافة ونشيت على أحب الغرافة وهذه الجمهور واللي أعطاني لقبة شعر الغرافة رياضيا رياضيا نعم يعني أنت غرفاوي خلنا نقول أكيد أكيد بعد اليوم أنا ندكم يا هلو الرئي أحاول أول قتلك لا رجال لا تعصب يا أبو بعدها ما بدأ الدوري إلا بدأ إن شاء الله تقابلنا حوي إياهم تقابل حوي هو الدوري بدأ لكن هو بدأ دوري بس لا بيننا وبينهم يعني أنت رياني 100% 100% ما شاء الله عندنا تعصب رياضي جمهور الغرافة وأيضا يمكن أن يكون فيه الساد والأهلي العربي أنا ما دريت أنها غرفاوي الآن لذي الحين طلع الآن بحط بيني بينهم بالعكس هذه هي روح التنافس روح المحبة الشريف ولأولى هذا يعني التنافس وجمهور مع جمهور ما كان فيه حلاوي الكرة القدم ولكن كلهم أخوان وكلهم أحبه وانتمنى توفيق لجميع الأفريقى طيب نريد أن أخذ منك قصيدة في البداية أبشر يقول أطلب رضلي يعلم الجهر والغير سبحانه واطمع بسترة في نهار الفضايح سبحانه العمر لو هو طار ما يشفع الشيب رايح وكل إنسان لا بد رايح رايح أخذ من أيامي لبكرة تجاريب وأعيش في دنياي بشعور سايح وأقدم الواجب وأعرف المواجب ولا نطرت من الخلائق مدايح يا السلام عليكم أقدم الواجب وأعرف المواجب ولا نطرت من الخلائق مدايح وجاز يلي يفعل الطيب 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 وادمع خط الصاحب وسوق النصائح هيه يلي تأخذ العلم وتجيب كم واحد إن كل ليل عنده ذبايح ما هي الوجه الله ريايا معازيب خسارتين وتشترى بالجوايح صحيح السلام عليكم يا هاي هي اللي تأخذ العلم وتجيب كم واحد إن كل ليل عنده ذبايح ما هي الوجه الله ريايا معازيب خسارتين وتشترى بالجوايح ناس انت حسب الطيب حش العراقيب تحش وتصايح مع كل صايح السلام ناس انت حسب الطيب حش العراقيب تحش وتصايح مع كل صايح واكترخها محزم ومسند وصاحب وتصير شماتها إذا سير طائح أكرم ويكرم كل طيبة من العيب اللي لهم بالطيب نهج ولوايح يوم الهقاوي كلها تصيب وتخيب صابة وبرق الطيب كاشفة ولايح العمر لوه طال ما يشفع الشيب رايح وكل إنسان لابد رايح صحيح وبيض الله وجهك على القصيدة الطيبة يا أبو حمد والله يبعدنا إن شاء الله من الرياحنا ومشاهديننا والله مستمعيننا الكرام صحيح لسانك مرة أخرى وبيض الله وجهك على القصيدة التوجهية الإرشادية ما قصرت يا أبو حمد ونبدأ فقرتنا الأولى مع مشاهديننا الكرام ومع الشاعر عايد بن دليم بن سالم الهاجري وقتي مع ندني ونبوك يا عناد وقتي تحداني تحدي تحدي جار الزمان وزود الجور بعناد الحظ والأيام يا عناد ضدي لا جاد حظ القوم لحظ ما جاد حظي مخالفني وقفة وصدي صبرت أنا على الصبر لا شك ما فات خطر علي اليوم ينباح سدي هذه ثلاث سنين والجور يزداد تلعبي الدنيا على غير ودي هذه ثلاث سنين بشهور وعيات يلعبي الهوجاس صد وردي هذه ثلاث سنين صبر وتجلات يا وقت يكفي واصل اليوم حدي ويعناد أنا يا بوك ما نيب جحات من مدي لي شبر لهالباع مدي ومن باعنا يا عناد بعناه بزهاد حتى ولو جده قريب الجدي بدلتنا بعض المفاهيم بجداد بعض العرب تدي ولا هي بتدي تدي فقط بالقول يا عناد لا عاد قولهم بلا فعل انترى ما يسد عرفتنا يا عناد من دون تعداد عرفتنا العدوان واللي يمودي من لا نشهد بيام صعبات وشداد من لا نشهد عني لهالعلم ودي لا نيب لا سائل ولا عنه نشاد خذ الوكاد محزة الجد جدي الشاعر عايد ابن دليم ابن سالم الهاجري ولده عام 1965 عمل شابا وأثناء عمله واصل لطلب العلم والتحق بجامعة قطر وحصل منها على شهادة البكالوريوس للغة العربية للإعلام من كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية كان شاعرا وأديبا له العديد من المشاركات المحلية والعربية وقد كرما في العراق كما كانت له مشاركات في مجلة العهد القطرية توفي رحمه الله عام 1998 ميلادي نسأل الله يرحم شاعرنا عايد يا رب ويرحم أيضا أموات المسلمين أبو محمد ثلاث سنوات من المعاناة ولدتنا هذه القصيدة اللي فيها أيضا التوجيهات والإرشاد صح لسانة القصيدة يعني لا يعلي عليها القصيدة طيبة على بحر المسحوب والقصيدة موجحها الولده نعم ناد ومور الدنيا هذه اللي ما تخفى كثير من الناس تمر على كثير من الناس فهو يعني ويشوف يعني ذكر الرفيق الطيب اللي يوقف مع رفيقه وقت الضيق لأن الرفيق وقت الضيق ما هو بوقت الساحة الساحة الصدقان كثيري فأنا عجبني هنا يقول يا عناد أنا يبوك مريب جحات من مدلي شبري اللي هالباع مددي مددي القصيدة هذه مثل ما ذكر ربو محمد أيضا بيّن فيها الشاعر رحمة الله عليه الصديق اللي يكون متواجد معك ويكون متواجد في وقت الرخاء المعاناة دائما ما تخلي الشاعر أو ما تحد الشاعر على الكتابة محمد نعم المعاناة دائما تظهر الشاعر وتظهر الصديق الصديق ويكون تضيق فعلا وعسن الله يا رحمه اللهم أمين قصيدة جازلة وعجبني هنا البيت يومه يقول من باعنا يعناد يعناه بزهاد حتى ولو جدها قريباً بجد يا السلام يا السلام أبو سعيد من باعنا يعناد بعناه صحيح الله يرحم الشاعر وقصيدة تنجزله على بحر المسحوب وكل بيوتها خصم فيها عجبني البيت اللي يقوله هذه ثلاثة سنين والجور يزتاد تلعب بالدنيا على غير ودي هذه ثلاثة سنين هذه المعاناة اللي عاشها من شعر ومن خلالها جسد هذا القصيدة نعم هذه ثلاثة سنين والجور يزتاد تلعب بالدنيا على غير ودي هذا البيت اللي أنا اخترت فيها والقصيدة كلها طيبة وجزلة نعم وبالصباح قصيدة توجهية فيها الأرشاد بيّن فيها الصديق وأيضاً العدو أيضاً إنه قال حتى لو كان قريب مني أنا ممكن أتبرى منه في نفس الوقت إذا كان ما في خير لي نعم أول شيء أقول الله يرحم الشاعر القصيدة وافية وأبياتها أقولك أنا كل بيت عن قصيدة الصراحة كل بيت عن قصيدة وتكلم عن وضع يعني لهو جور الزمان أو الوقت لأن جاهه وضده مثل ما قال يقول جار الزمان وزوج الجور وزوج الجور بعناد الحظ والأيام يعناد ضدي يقول لا جاد حظ القوم لحظ ما جاد حظ يمخالفني وقف وصدي هذا سبحان الله إذا أكلم نفس من شوي أنت سالف مع الرابع ببيت يقول لا جار في كزما خلاك بطالي عينك تشوفه في السنع والحظ يحميها الله السلام السلام فعلا فالقصيدة وافية من أرواع القصيدة التي مرت عليه يعني العين بصيره أو اليد قصيره نعم فعلا أبو حمد الله يا رحمه الشاعر عايد رحمة الواسع هذا كان زميل حمل الحقيقة سأل الله إلي بنا ربقه سنين طويلة وكان شاعر رحمة الله عليه ومرحي في نفس الوقت ماته صغير أبو حمد 33 سنة تقريبا 65 1965 وتوفى عام 1968 تقريبا 98 تقريبا 33 سنة أحادي رحمة الله عليه وكان رجل ما أتمني من قابل رحمة الله عليه وكان من الناس اللي فيذين جدا وكان أكثر الشعرة حتى كان أخيانا في الدوام اجتمن عليه طريقة في كهية بيجيبها فتاقامل أن يقصد فيه كانت واللي يسمع القصيد يقول بيجيبها بوثامل ولا يأبو حق وقل لها بطليقة متاعبة فرحمة الله رحمة الله رحمة الله واسعة وقصيدة شاعر جزء الله يرحم شاعرنا عايد بن سالم الهاجري وعمواتنا وعموات المسلمين يا رب قصيدة إرشادية توجهية ومن الجميع نحن لازم نحتفظ بمثل هذه القصائد الحقيقة نعرض هذه القصائد لكم في برنامجكم برنامج رمعة للفائدة وأيضا نتذكر شعراءنا القدامى نسأل الله أن يطيل لعمر الحيين منهم يا رب نشوف لي معنا على الأجهزة إن شاء الله نايمهم مجود لي الله يا رب حمد أرض شيء رائع المجاهيم النائب من المساعد ومساعد الله الكويت الله يمنحك على خير يا ربو حمد أشترك المشاهدين أخوكم النايف الله يمنحك الله يمنحك مرحم بالجميع الله يحييكم ثامن معنا رائع المجاهيم معنا واحد ثاني بعد ما بقول إذن الله يحيي رائع المجاهيم الحقيقة أبو سالم رائع المجاهيم غاب عنا فترة وهذا هو يتواصل معنا الرحب في رائع المجاهيم مرة أخرى وسعداء أيضا بتواصل معنا وأيضا نرحب بالنايف صاحب الصوت العذب وأيضا إن شاء الله الجميلة أنت رحبت بالنايف هو يستاهل الترحيب لا هو يستاهل الترحيب أنا لهدفي الهدف الهدف في قلب الشاعر في قلب الشاعر معروف ما يبينا نحن مثل اللغز المكشوب مثل اللغز المكشوب طيب مشاهدين الكرام طبعا آليتنا معروف هو ولكن رح أعيدها لكم مرة أخرى بطارية 3000 ريال لكل متصل رمعة واحدة وإذا كانت خطة تنقص بطارية 500 ريال وتنتقل الرمعة إلى المتصل التالي نتمنى لكم التوفيق من خلال حلقتنا في هذا المساء وطبعا للمشاركة معنا في البرنامج بتكون الأرقام قدامكم على الشاشة 5-4-1-8-1-5-4-1-8-1 استعدوا لكتابة اللغز الأول نتوكل على الله يا أبو حمد ونطرح اللغز الأول اللغز الأول أبو ثامر مشاهدين الكرام يقول ويش صاحبا تخدمك دايم صفاته ويش صاحبا تخدمك دايم صفاته لجلك فقط في كل يوم النجاح لجلك فقط في كل يوم النجاح القاعد ممكن تشوفه أمامك بذاته إلا اليمنة حصله تقاعد إلا اليمنة حصله تقاعد وعشرين عجمي إذا لمش صاحبا تخدمك دايم صفاته لجلك فقط في كل يوم النجاح ما يمكن تشوفها أمامك بذاته إلا اليمنة حصله تقاعد وعشرين عجمي وعشرين عجمي من أبو حمد المشاهديننا ومستمعيننا الكرام 20 عجمي بمعنى أن اللغز صعب نحن دايما نعطي عشرة وصلنا يمكن 13 عجمي اليوم 20 عجمي ومحمد قفلها من البداية طيب نشوفه بمحمد اللغز فيه مفتاح أنا عارف أن فيه مفتاح بس ما نبقى لأي المفتاح بس ما فيه إلا المفتاح واحد مستوى سهل والله أنا بعطيه وسط زين بيضا الله تشكي بمحمد إذن أبو محمد يعطيه وسط لك في الغاز يا أبو حمد الله على الخفير يا أبو ذامر طيب تحب تسمحها تحب حولت تكتب ولا ما حولت للغاز لا والله ما كتب ما حولت أبدا للغاز لها ناس معين نعم فعلا هي لها ناس وهي موهبة أيضا في بعض الناس عند القدرة مثل أبو محمد ورحمد في هذا المجال أبو حمد ورحمد والحقيقة حتى أبو سعيد يعني من بداية برنامج نعم في الأولى الأخيرة صارت أراءة كلها في محلها أبو سعيد بيضا الله ويتشف من عاش القرم من عاش يستاهل يستاهل طيب طيب اللغز الأول وش رايك فيه؟ أبو حمد يقول صعب أبو محمد يقول اللغز وسط والله أنا أشوف أنه سهل تشوف أنه سهل؟ ما أدري ممكن عشان الحل عندي ما أدري طيب يعني تشوف أنه سهل أشوف أنه سهل هذا رأيك؟ نعم طيب ضيفنا الكريم بيض الله وجهه وجيهكم يقول اللغز سهل أبو سعيد طيب طيب عمرك اللغز أنا أقول وسط وسط لا هو بشاهل ولا هو بصعب طيب إذن اللغز أبو سعيد يقول اللغز وسط وبصباح أو شي قوم أنا أقول بعد وسط وسط أبو ثامر شي أنا معك يا أبو حمد تأس أنا أقول اللغز هذا صعب لكننا كثرت لجميات شوي أبو نخوف تامن نخليها واحد نخليها واحد بس أنت تماني أخار بيض الله ونشك تساطع عش طاحت ما بقى لك ما بقى لك عندنا لو قفل واحد عندك أعتراض لا ماذا أعترض علي أنا أعطيت رأيي ودين أعترض لي أنت حين قفل واحد يعني كأنك معترض على الحوار اللي دير بيني بينه عشان نزلها من عشرين قامكم أنت والله يصلحكم واحد قال عشر أمجليات هذا هذا روّع المشاهدين عشرين عشرين مو بعشر عشرين هدى خارها الأسابيع القادمة لا ما أعطهم أمامل كل شيء لعضهم يقفل التنفجون بروع بسنب ماشلا فهذا ماشلا عطيتم ما بني أمامل يوجد همل لأنه فيه مفتاح من العشرين الوسط فيه مفتاح فيه مفتاح المفتاح هذا ممكن يساعد أو يساعد ولا تنسون كروت أزرق وأحمر حول قلنا مفتاح يا ابن الحلال والله نعرفه أصفح وأحمر وشو صار أزرق أزرق بقربي وشو نزرق وشو نزرق هذا جديد الحال ما يتطور الكروت ما تغير كان عندك اعتراض فيكرة أزرق طيب هو اندار هذا الكروت الأزرق هذا اندار قاسي يوقف على الخط ظهر هذه اندارات مخصصة حق رمعة حق رمعة طيب من اللغز وسط وصعب بعد يعطيكم مجالة فكرون في حل اللغز إن شاء الله تقدرون توصلون للحل بمحمد يقول اللغز في مفتاح في واحد من الأشطر الموجودة عندنا بيتين واربعة أشطر حد الأشطر هو مفتاح لحل اللغز أبو حمد بالنسبة للساحة القطرية وانت شاعر قطري شون تشوف وضع الأمسيات في قطر والله الحمد لله يعني ما شاء الأمور بس ودينهم يكثفونها ويكثلونها حتى الشعر الشاب يجي لهم فرصة يجي لهم فرصة للبوز من الأمسيات كالساحة كانشر واستضافات في البرامج التلفزيون في الداعة ما يعلن على الساحة عندنا بس الأمسيات أشوف الأمسيات يبقى لها تكثيف شوي حتى الأمسيات أنا ما توقع أنه أي شاعر رح يطلع في الأمسية إلا شاعر أثبت وجوده في الساحة من خلال تواجده وأيضا من خلال النشر ومثل ما يقول شاعر لمحمد بن فتيس المسي علي بالخير السابقة في الشوط تطلع بيدها لابد أن بعد شعراء الشباب هم يتواصلون مع جهات الإعلام سواء كانت المقرؤة منها أو المسموعة على أساس أنه يقدر يفرض نفسه على الساحة وأيضا على اللجان الموجودة بالدفع نعم إن شاعر الشباب متواصلين أنا شوفهم متواصلين مع الإعلام وهذا اللي نتمنى الحقيقة هذا اللي نتمنى أقمت أمسيات أبو حمد لا والله لحد لا لحد لا نهائيا ما سويت أيوم لماذا أقول كثونا الأمسيات لا إن شاء الله بجيكم إن شاء الله بجيكم مجال ما أطلع مجال احتفالات الغرافة ما شاركت فيها بلا داما في الاحتفالات الغرافة أطلع في البرنامج المجلس مع خالد جاسم طيب هذه الحدثة نقلة ومشاركة أيضا ووصول الإعلام من خلال برنامج أيضا مسيح بالخير على خالد جاسم من المدعين أيضا المشهورين ولهم مكانتهم أتوقع أن ظهورك في هذا البرنامج في حد ذات نجاح أكيد بالنسبة لي نجاح بس نتكلم عن الأمسيات أنتساءتنا على الأمسيات لم أقم أي أمسية إن شاء الله المستقبل قدامك وتوك يا أبو حمد في بداية الطريق بإذن الله بتكمل مشوارك إن شاء الله نشوفه علم من أعلام الشعر في الخليج بإذن الله الأمسيات لها دور كبير أبو حمد في إبراز الشعر لا في شك ولكن ما توقع أنه ممكن لابد أن الشعر هو يأهل نفسه في البداية حتى لأن الأمسيات طرح أمرك فيها من مميزاتها لاحتكاك بالشعر نعم الكبار احتكاك الكبار ويقابل الجمهور نعم ويقابل الجمهور بعد يعطيه نوع من يشوف يعني يرد فعل الجمهور مع قصايده دافع فعلا دافع نعم ولا بد التواصل مع جهات الإعلام حتى لو ما قمت أمسية أنت تواصل مع الجرائي صحيح المجلات الابتعاد عن الإعلام وعن الجمهور يعني يعني كثير من قصايده بتروح بالضيح يعني لأنها مين موجودة لا على وسيلة إعلامية ولا حضر بها المسيحات ولا حفظوها الناس صحيح فتروح القصايد لا وجود لها ويمكن تسرق تسرق بسم شخص صادق هذا تسير لا شكرا لكن لو حفظتها لا حصل ولكن لا بد أن الشعر يوثق قصايده وأن كان فيه وأكبر توثيق لمسيحات وهذه تسماح خلاص عرفتنا بصمة فلان لكن والله تسرقات أكثرها في المنتج طيب ليش أنت عندك وصيدة حظوها نفسك سمعها الرجال لو سمعتها والثالث واخذناها والإعلام ما يعرفها فالتوثيق مهم طيب مش رايك نأخذ حمد من معاذر مرحبا يا حمد يلا حي الله يبقيك رامعتك يا حمد رامعتي هو سن العقل سن العقل بربط جزاء لا لا موه بسن العقل موه بسن العقل إذن باقي معنا 2500 ريال كانت الرمع الأولى سن العقل وقلنا موه بسن العقل معنا محمد بن الشحانية مرحبا مرحب يا أمم حمد مرحب السعر يا مرحب يا الله حي موه بني شارك يتفضل ما يحتاج تفضل رامعجز وروتين يومي أعطينا الرمع مقدر أقول لا روتين يومي ولا ليلي لا لا موه بروتين يومي مو بش يومي أنا ماضي اللي هو أكبر بحاجة أقول الدوام أو الشغل غير صحيح غير صحيح بالعيد والله كل البعض وارزح لشوي طيب باقي معنا 2000 ريال في البطارية وأيضا معنا سالم من أبو سدرة مرحبا يا سالم يا سالم يا سالم يمكن قطع الاتصال مع سالم من تواصل معه ولكن الآن مشاهدين الكرام رح نطلع معكم فاصل وبعد الفاصل رح نتواصل في استقبال اتصالاتكم ورمعاتكم على اللغز الأول فاصل هياكم الله مشاهدين الكرام لازمنا متواصلين معكم ومع اللغز الأول كان عندنا رمعتين بعيدة كل البعد عن الحل الأساسي للنغز نتواصل أيضا مع متصليننا الكرام إذا كان عندنا اتصالات حاليا معنا محمد من الشيحانية محمد مرحبا يا محمد مرحبا يا محمد مرحبا يا محمد مرحبا يا محمد يا الله حيه الله يبقي رمعتك يا محمد رمعتين ما بالشوف الشوف لا ولا محمد ولا هو بالسمع غير صحيح طيب 1500 ريال ومحمد من أبو نخلا مرحبا يا محمد أبو نخلا مرحبا مستقر مرحبا ملايين يلا حيه الله يبقيك الله يستلمك إن شاء الله أنك فكرت وركزت وتأخذنا الـ 500 والله إن شاء الله لكن نذكر عادنا على الله توكر على الله الله يستلمك اللغز هو السن إلى إن شاء الله السن صح سانا تستاهل هو السن محمد أو ألف وخمسمائة محمد أول شيء تستاهل الألف وخمسمائة ريال الحقيقة الاتصال الأول أول رمعة كانت مع حمد حدد لنا سن معين اللي هو سن العقل والجواب السن بشكل عام أو الدروس بشكل عام السن العقل له عمر معين على شاس أن يكون متواجد ولكن الحل هو السن بشكل عام وشنو وصلت للحل يا محمد لو أسمك الحلوى لما إذا تقول تقاعد مع ما يعجبك يعجبك يعني ما ما تقول إذا تقاعد إذا تقاعد مع نعم إذا طح نعم طيب بيضل وجهك محمد بيضل وجهك وتستاهل ألف وخمسمائة ريال وين المفتاح اللي ذكرت أبو محمد ما يمكن تشوفه أمامك بذاته ما يمكن تشوف أمامك بذاته إلا ليا منه حصله تقاعد إلا ليا منه حصله تقاعد إذا طاح شفت إذا طاح شفت ما دامنا في مكانه ما تمشي أو أو الملحيح لا لا هو ما يكصد أدري هو يقوله بذاته نعم ما قال عن طريق بس يضح بسيط البيت الأول أبو ثامر إذا تكرمت ويش صاحب تخدمك دائم صفاه دائم يقول أنه فلان درس أنا المقصود في الشاطر هذا هذا لأقول أنا بس نشرح معنى اللغز وشخصا دائم رأي رأي المجاهيم يشرح من اللغز لاتهون يا رأي المجاهيم الله ما سيكبه خير واللغز نحل وحله الضرس أو السن وحل أخونا محمد رأيك في اللغز وإذا تشرح الله نسيك في الخير يا أبو حمد اللغز وافي وصح حسان اللي حله والصاحب تخدمك دائم صفاته أجلك فقط كل يوم يجاهد كل يوم لا ليلة ولا ليلة نهر أو نهر ما يمكن تشوفها أمامك بذاته إلا لأن حصل الله تقعد واللغز واضح رضيات هو أبو حمد صح الله لسان كل سان اللي حل وعند كذلك في ظل وجهك يا أبو سان جزاك الله خير إذن اللغز كان وسط مثل ما قال أبو محمد وأيضا أبو سعيد وأبو الصباح أكدوا أن اللغز وسط واللغز راح بألف وخمسمائة ريال مع أن أبو حمد ضيفنا الكريم الحقيقة كان منافس قوي لهم ولكن لو لا سن العقل لو قال السن كان قدر محمد أن يحصل أو حمد أن يحصل على 3000 ريال نطرح اللغز الثاني يا أبو حمد اللغز الثاني يا أبو ثاب المشاهدين الكرام يقول شي على أحد صعب وحد سهل شي على أحد صعب وحد سهل لرجلا ولو سمي بعد بنثى صحيح رجلا ولو سمي بعد بنثى صحيح ضيفا يقهو يمضيفه لمن نزل ضيفا يقهو يمضيفه لمن نزل ضيفا يمضيفه لمن نزل ضيفا يقهو يمضيفه لمن نزل ويخلي الدمعات بقدومه تطيع ويخلي الدمعات بقدومه تطيع أنت هاللغز شي على أحد صعب وحد سهل رجلا ولو سمي بعد بنثى صحيح ضيفا يقهو يمضيفه لمن نزل ويخلي الدمعات بقدومة تطيح إذن هذا هو اللغز الثاني مشاهدين الكرام أتمنى أنكم إن شاء الله كتبتوه والمداخلة معنا أيضا في البرنامج الرقم سيكون قدامكم على الشاشة 5-4-1-8-1 5-4-1-8-1 للمداخلة معنا والمشاركة في حل الغاز اليوم في اللغز الثاني ما قلت 20 عجمين 19 19 نعم قصة واحد يعني صعب أنا بعدين ساعة ديني بقى نطيح نطيح منها شيء طيح 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 أبو صباح هذا اللغز وسط مصر على وسط ريال أبو صباح أبو سعيد سنتعرف أنا أقول سهل سهل أبو حمد أقول الله أشوفها صعب صعب من الأول أول أنت قلت وسط أنت قلت سهل ما صار أصعد قصتي إيه صح قلت سهل وصعب سهل عندي أو لا عندي مشاهدي هذا الحل عندك لكن هذا نتشوفها صعب طيح سهل يا رجل اللغز موجود المفتاح موجود سهل مفتاح أوضح من الشمس في رابعة النهار صحي واقع المفتاح أنت قلت اللغز الأول وسط سهل هذا سهل وراح اللغز الأول وسط هذا سهل هذا سهل المفتاح الذكي اللي بيدخل على المفتاح بس ما أنا بقايلوين أنا بيدخل بالمفتاح أجيب الكرت لا حظ حظ ما قلنا شيء تمو كنت أجزلي ليش أجزلي أجزلي كنت أجزلي عينها ملغنا ما يغني ما يغني صار يعني مغير الكرت لا تخلوني غني طيب أبو سعيد نقول سهل صحيح أبو سعيد يقول سهل أبو هامر أبو أبو محمد يقول سهل وبالصباح يقول صعب دا وسط وبالصباح يقول وسط وضيفنا الكريم يقول اللغز صعب أنا اللغز أول رحت معك وفل أسنع أنا معك دعوة فيها فيها ثلاث شهورة أنا أقول اللغز سهل مع أبو محمد المرة هذه أنا أغير طيب أنا أعطيكم مجرد فكرون في حل اللغز إن شاء الله أعطيكم مجرد فكرون في حل اللغز الثاني وإن شاء الله تقدرون تنصلون للحل وبناخد قصيدة من ضيفنا الكريم أبو أحمد هذه قصيدة قلتها في جدي محمد بن عام الحبيط الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه نقول لك مرحبا يا عود طولت الغياب سال لك شهرين ما جيت بحلوم طالة الغيبة وطاوين العذاب وأتحرى شوفتك وارقد وأقوم والله ينقل بي يا أبو عامر بصاب من فراقك بس سنة طبعية كتوم أتعزز بين سمحين الجناب خايف منهم تجي شرها ولوم أتعزز بين سمحين الجناب خايف منهم تجي شرها ولوم قلت لي رعا الصبر ما يوم خاب والصبر ميزة قويين العزوم وقلت لي بطل مع أهل الطيب باب وقفل البيبان في وجه الرخوم كلني أراك كلني أراك تدعي بصوتك محمد لا تشوم الله ك الأء هم كلني أراك كي داهيلك وهذيك الرسوم كأني أشوفك لو أنك بدت راضي داهيلك وهذيك الرسوم ما غبازولك ولو شوفك سرام ميت لكن معي في كل يوم ما غبازولك ولو شوفك سرام ميت لكن معي في كل يوم أتقدابك إلى ضاع الصواب ما أخذ منك الوصايا والعلوم أتقدابك إلى ضاع الصواب ما أخذ منك الوصايا والعلوم مرحبا يا عود لو طال الغياب ما قبازولك معي في كل يوم شكرا صح الله نعم هم البركة والخير الله يرحمهم والله يطول في عمر الحي منهم يا رب وصح الله أيضا قصيدة تحمل من التوجيه والتوصية الشيء الكثير ومن الجميع نحن لازم أنك تحفظ مثل هذه الوصايا وأيضا دونتها في قصيدة يا أبو حمد نعم بيض الله وجهك وصح الله وصح الله سعلك وبسعيد بتغير رأيك بالنسبة للغز ما لك أنا على رأي ما أنت بخلين يمكن يجي نشيط على ما قال أبو محمد ويروح بسهل يروح ب3000 ريال نعم وبو الصباح مصر على النوسط والله مصر ولكن تغير إذا بتغير المدان مفتوح أبو الصباح طيب كنت بتغير الويش كنت بقول سهل لكن خلها وسط أنا شوفها وسط أنت تشوفه وسط بس كنت بتقول علي أنا وسط لا بس كنت بتقول سهل أنا ما بتتكلم عن الجمهور لا بس كنت بتقول سهل كنت بقول كنت بقول والله يا أبو ثامر يلقى المفتاح أني أخذ ثلاثة خلق المفتاح خلاص أنا يا أبو ثامر يوم قلت أنها صعب يعني من نظرة متلقين يعني ما هم اللي باخش يمكن أن يكون عندها وسط أو سهل حالنا نبيك إن شاء الله من الحلقة هذه أنك تحترف في هالمجال إن شاء الله بعد تكتبه أنا قعدت أنا ما قال مع ذا الحوات وخبرة وستفت تستاهل الله أبو حمد وربعني معنا كلهم خبرة في هذا المجال وبالذات أبو حمد وإيمان والكنترول أبو حمد وإبو صباح وبسعيد بدأ يأخذ هذا المجال والله يسترلونه بسعيد بسعيد جايكم أيو الله جاينا جاينا بقوة جايكم بقوة يهد وإيه والله مسال من هامر بعد لو شي يقول يقول بجيب الغاز على الرباب هذه فكرة جديدة لي أبو حمد شكرا لا عشان يسح بكثر جمهور ترى هذه فكرة طيبة يعني نعم هو ممكن يغنيها أي ممكن ما قصرنا حتى الغاز يجب عليها أبو محمد الوقت هذا وقت نقلة الطير المكانيس يستعدون وهيئون أنفسهم وأيضا حتى سوق الطيور صار في حركة وبالذات هنا أيضا مسوق واقف صحيح مثل ما نشوف طيور جاية وطيور رايحة صحيح ما عليك في الطير بو محمد لا والله ما عليك في الطير نهائيا نهائيا المكانيس نقنص طهل عمرك من الأول أي ولازم نهائيا نقنص بس بدون طير بدون طير أرسلاح أرانب وما أرانب لا وأنت بكرام أسلقا نعم نعم أما الطيور لا والله ما عليك في الطير نهائيا ما عليك هوايا معهم طيب لحد الحين مستمر لكني ما أنكر على اللي هنا مثل ما قلنا مرة بيت الأمير خالد الفيصل الله نسي بالخير نعم يقول كل رجل في حياته له ميول كل رجل في حياته له ميول ولا هوايا تمتلك وهذا يعني البيذة عجبني وصحيح يعني بالرغم أن واحد يحب الطيور وواحد يحب الالفاز وواحد يحب فيها تعب بس مت لها تعب لكن فيها متعة هم هيتصورها عقلك ما يحسون بالتعب من المتعة المتعة من المتعة ولا فيها تعب وفيها خسائر وفيها خسائر وفيها خسائر وفيها تأسمع بس لما يهد ويصيد كان كان نقاش من الدنيا يعني حيني نروح يدور الفاقعة هذا يعني محتاج لما تشوف حبة الفاقعة قدامك وتصيدها بعد هذه هوايا هوايا فهذا يكسب سبحانه عظيم ومتعة للإنسان لما يتحلل وما رسولها في والحين جا جوها صحيح شبث النار من الأول طال عمرك تختلف تختلف الحين الاستعداد يختلف عن أول عن أول يعني وقت الصيد يختلف يعني ذا الحين تخبر سيارات واستعداد مثل ما تقول طيور وذا الصيد قال ما بس صيد يقنصون طال عمرك المناطق بعيدة من الأول قطر بر قطر ما يروحوا نديره الصيد متوفر وخير واجهة هي والصيد يتوفر من المرابيع لقدبها مرابيع من الأول كانت الأمطار تجينا على حلها يجي كل سنة اللي ما لحق عليها ما يصدق قدامروا لما ود للربع والمشاهدين قلايد الوسمي تيجي على حلها ويجي الوسمي ويجي التلوي ويجي الربيع ويجي كلها ورى بعض تلقى بر قطر اللي نشوف ذا الحين اللي رحت ذا الحين تقول يعني اللي شافها من الأول ما يصدق فيها طوع في الطريقة هذه يعني لذلك لذلك البيئة أصرت على المحميات وأيضا حفاظ على الزرع وأيضا حتى المقناص تحدد لها عمل طيب وذلك على أساس التكاثر والتناسر وحنا طبعا نوجه لهم رسالة شكر وهذه الفوايد اللي حنا نبحث لها من بعض القرارات اللي تصدر بالنسبة للبيئة صحي فمن لول طال عمرك يعني عندك البدوي كل البدوي في البر أو مثلا العرب اللي مثلا عقب ما ينتهون من الغوص هذا كلام قبل السيارة أنا أعطيك الكلام قبل السيارة كانت أكثر المقانيس مثلا بالنسبة للعرب يعني المجتمعين اللي يبغون يقنصون جميع هذا لا يرقبون يجين وطورهم معهم يقنصون ويتغيبون من أهلهم مدة ويروحوا يعود مثل المقانيس في بر القطر لأن حالة دلول يروح بعيد يروح دور الصيد مسافة من يبسيارة دلول وتسير على راحتها فعندك طال حمرك الأرانب هذه لا تنشد منها من الأول الأرانب لا تنشد منها يسرح ويضوي لها ست وسبع ما شاء الله لا تنشد منها أكثر من جرات الأرانب الضبا موجودة موجودة هالضبا الله إلى جرات جلطة عمرك في البر البدوي دائما عنده بندق كل بدوي عنده بندق ما يخلع منها لأنه من الأول تخاف تدري أنها ما بهمان والله يديم علينا الأمان الحمد لله فبندقه عنده وبالنسبة عنده مثلا سلق وأنتم كرامة والمشاهدين الأرانب البندق الشيء والسلق والطير الشيء الطير إن كانه يبغي لها حذارة طيرها هد عليها فإن كانه يبغي لها ارنب فالسلوقي ما جود وبعض العرب بعض العرب يصيدها يصيدها بدون سلوقي ماسك ماسك يغطها نعم وفيه واحد من رب الله يمسيه بالخير يصيدها بعصيد حذفها ومعروف مشهور رسال الله معروف معها عصاوين سويها في يده لا سلق ولا طير ولا شيء بالنسبة للارانب إلا شافها يقصها لأنها طال عمرك ثر لارنب لها أسامي فيه ثر اللي يعرفونها ثر يقول لك هذا ثر قائمة وهذا ثر نائمة وهذه تضمد الله إن شاء الله فيعرف وش اللي منها أقرب يقول لك النائمة ما يقربها شوي بعيد القائمة هيروح يقصها لأنها قريبة 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 اللي تضمد يقول لك مسافاتها بعيد هذه بنا أبل حقها الله فأول ما يجي مثلا ثرها يقصها هي قريبة منها هيسيري شوي شوي بزين معه العصاوين هذه يحس أنها بتنفج أول ما تنفج يعطي العصا اللي في مين لأنها اللي في سارة يعطيها على جنب هي لأنها عارف أنها لشافة العصا بتكس إلا كست عطاها اليمنا جرزعها وخذها وعلدها هذه طريقها هذا كان بالنسبة للضباء بالنسبة للضباء هذا يعني يعطيك المقناص أول لنحن قد ينسي سيارات ولا عاد به صيد ولا عاد به يروحوا به ضباء رمي اي ضباء رمي ضباء رمي رجال نجاوه ريجيل ونطلع عمرك شرواكم وحلفوا عليهم لأنهم من الأول أكثر العرب اللي يجون إذا ما هم مضطرين الصيد موجود وعارفين أنه حلفوا عليه لأنهم عندها لا دويد وما عبى تجارة والغنم ماذا غنم وربي فيحلفون عليهم من الكرام لأنهم عارفين إن كرامة موجودة بس لا يدبح من حلال موجود الصيد موجود فعقم ما جاهوهم طلع عمرك ياخذ بندقة تعالقها وروح ضباء موجودة وله يختار ريضة بي يختار التيس تبير تيس العود عينه طلع عمرك من لول ضباء مهم مثل دلحين ضباء طلع عمرك مات اللحك لأنها في قفر صح ولا هي تشوف زول ولا تشوف شي تشوفها طلع عمرك مثلا في قرض حزم ولا عواش يروح لأنهم يعرفون لها يروح ضد الهواء لأنها هي حساسة حسامة جهر ريح ايه لو شتشت ما الله يقدر لها في روح ضد الهواء يخلي الهواء ينطح يخلي الهواء ينطح ويبينه وبين الهواء ويروح ويلف ويقبض له ماكمن يحب بنتها في بطنها البنتك ويقبض المكمن أول ما يتحرك يشوف مو بايضابي مو يبغي ايضابي يبغي تيس يبغي العود أول ما يعطيه طلع عمرك جنبه أعطاه هياع في مردك جندلة وجندلة وجاهه وحلله وعلقه وعشق معه سلامتك هذه يعني سوال في حاجزين هذه هي طريقة المقناص أولا الحقيقة ممكن فتنة في هذه المعلومات ابو محمد عبدالوجك عبدالحق الحمد لله السيارات متوفرة وشي متوفرة خمس وستين سنة عمر تجار ابو خمس وستين سنة خمس وستين سنة خمس وستين الله يعطيه عمره ما بعده صلى خمسين ابو محمد ويهو تقاعد عام واحد تسعين واحد تسعين عمر ناخذ ابو سعيد من ابو صدري سعيد 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 مرحب ومسهل السلام عليكم ورحمة الله وكاته وعليكم السلام ورحمة الله وكاته يا مرحب الله حي رمعتك سعيد الموت الموت حقه كل نفس انتدوق صح صح الله لسانك سعيد تستاهل ثلاث تلاف من وين دخلت على النخص خليك دمعت مش هضر خليك معيد نعم طول انا اقول من وين دخلت على اللغز يا سعيد نعم وش البيت او الشطر ولا الشطر اللي عرفك انه الموت لا الشطر الاول الاول شي على احد صعب واحد سهل هذا اللي خلاك تعرف ان الموت تبيض الله وجهك وتستاهل الثلاث تلاف ريال يا سعيد تستاهل الثلاث تلاف ريال وش المفتاح اللي عندي واضح اللي هو يخلي الدمعات بقدومه تطيح ويخلي الدمعات اللي هو اخر شطر حالة يا بكون ويخلي الدمعات بقدومه تطيح صحيح 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 ولا اول مفتاح بعد الاول مفتاح نعم طيب لحدان ابو صباح تصرح لنا اللوث اولا صحيح انسان كاتب اللغز اللغز وافي وحلو يقول شيء على احد صعب واحد سهل طبعا الموت على واحد يكون سهل تخرج الروح بسهولة وفي احد تخرج الروح بشدة صحيح يقول رجلا ولو سمي بعد بنتها صحيح ورجل هو الموت ولو سمي بالأنثة له هي المنية المنية صحيح نعم وهذا بعد مدخل من مداخل على اللغز يقول ضيف اني قهوة مضيفة لا من نزل لان جاء الموت خلاص شرب منه يقولك شرب شرب الموت شرب اللي يروح نعم ويخلي الدمعات بقدومه تطيح لان جاء الموت دمعات اهل الميت اذا ما كان اخوى الحال البيض الله واتشك يا اوه صباح والحل الحل للغز الثاني كان الموت وراح ب3000 ريال سعداء ايضا انا راح ب3000 ريال انا قلت انه سهل ومحمد انت قلت انه صعب اين انا قلت ومحمد قال صعب وظيفنا الكريم قال صعب وبسعيد انت قلت وسط لا قلت سهل لا قلت وسط انا ابو محمد قلنا سهل لا انا قلت سهل انا وابو ثامب انا ابو حمد قلنا سهل وانت قلت وصعب قلت طيب على حواق يوجه الله يولي كان منكر ولو ما فيه شهود لا مشكلة اعادة البرنامج لو ما فيه اعادة ما تعلم من جود مشكلة فيه اعادة يوم السبب طيب بنحاول ما نشوف نطرح اللغز الثالث نحاول ما نشوف لعادة نطرح اللغز الثالث ابو ثامر مشاهدين الكرام والحضور العزاء يقول انشدك عن رجل المهم ومطلوب انشدك عن رجل المهم ومطلوب في غيبته فقدثقه في خواته في غيبته فقدثقه في خواته ما يصير صح الا اذا كان مقلوب ما يصير صح الا اذا كان مقلوب هذه تواصيفه وهذه صفاته هذه تواصيفه وهذه صفاته انتهى اللغز أشهدك عن رجل مهم ومطلوب في غيبته في خواته ما يصير صحا إذا كان مقلوب هذه توصيفه وهذه صفاته إذن هذا هو اللغز التالت مشاهديننا الكرام وإن شاء الله بعد أن يروح ب3000 ريال وإن شاء الله بعد أنكم تكونوا كتبتوا اللغز اللي بيكتب اللغز راح يقدر يوصل للحل بنتواصل معكم ولكن بعد هذا الفاصل حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل ولازلنا مستمرين معكم في طرح الألغاز طرحنا لكم اللغز الثالث اللغز الأول راح ب1500 ريال واللغز الثاني راح ب3000 ريال وكلنا سعداء الحقيقة أنه راح ب3000 ريال واللغز الثالث بغيرت أقول الحل اللغز الثالث سهل أو صعب أو وسط ما ندري لكن إن شاء الله نروح ب3000 ريال أبو محمد والله أنا أعطيه وسط وسط نعم لأنه فيه مفتاح بعد بعد فيه مفتاح؟ مفتاح إذن اللغز الثالث بيه مفتاح مثل ما قال أبو محمد كل الغاز يعمل فاتح؟ دائماً دائماً يعني رعية للغاز البارع اللي يسوي اللغز على وصوله نعم يحتيك المفتاح طيب أبو صباح؟ وسط حول أبو صباح ليه؟ أنا واسك 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 أخير الأمور أصد أبو سعيد أقول إنه صعب 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 أبو حمد فيه مفتاح ما يحتاج سهل سهل حد المفاتيح واضف طيب أبو حمد يقول سهل طويل العمر كرت ما قلنا كرت أنا أقول لك وشراك في اللغز لا أقول لك أشوف الصعب صعب بس ما فيه حجميات صعب أنا أضم صوتي مع أبو حمد إنه صعب إنه سهل ما قلت سهل يقول صعب أبو حمد أبو حمد دع حبيب سعين بارك يقول اللغز سهل وأنا أقول اللغز بعد سهل وفيه مفتاح بكرت أثنين واسط وثنين صعب وثنين سهل شو ضعك سهل وفيه مفتاح نعم مفتاح واضف طيب لا أقول لك سهل محلل رجاء حلاص وين المفتاح ما أعرف ما أعرف أين المفتاح بس مين مفتاح تذكروا يقرون يقول يطلع عليك الكرتة الأزرق طيب إذن اللغز أثنين قالوا وسط واثنين قالوا صعب واثنين قالوا سهل وأنا متفائل اللغز هذا بيروح بثلاث تلاف ريال بإذن الله إذا مرحبنا التلاف بيروح بالفين وخامس ومعنا أم عبد الله ومرحبنا خمس بالفين إلى خمسمائة مرحبا يا أم عبد الله أم عبد الله تقصر على تلفزيوني شوي خيرا يا مقترها خط مع أم عبد الله إن شاء الله تعود الاتصال وتتواصل معنا مرة ثانية معنا علي من معذر مرحبا يا علي مرحبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا ومسهل رمعتك مستقبرة بخير جميع الله مستقبرة بخير جميع مرحبا رمعته أملك والكربون كربون البرك ولا يقلم نفسه إذن 2500 ريال ومعنا اتصال من المشاهدين الكرام من المملكة العربية السعودية سعوداء ومدخلاتهم عادل مرحبا يا عادل يا عادل عادل إذا تسمعنا عادل معاه ما برعا يمكن قطع الخط مع عادل ولازال معنا في البطارية 2500 ريال في زحمة 2500 ريال شلون شواربها زحمة في سهل اتصال في زحمة والله اللغز هذا علم حديث الحين ما نشوف النحسات وهو في مفتاح واحد مثل ما ذكره محمد ما في غيره لكن إن شاء الله هم يقدرون يوصلون للحل يروح إن شاء الله ب 2500 ريال إن شاء الله إن شاء الله علي من معاذ إن شاء الله مرحبا يا علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله حلابك الله رابعتك يا علي الختم صح تستاهل 2500 ريال قال أبو تعمل علي نعم أنا أتوقع وأقول مفتاح اللغز ما يصير صح اللي إذا كان مقلوب مقلوب نعم ليه ما خليتها هو اللي يقول وش رايك نعم أبي أكد لك عارفنا صح صح وش رايحة وش رايحة يا علي المدخل هذا صح نعم تستاهل يعني والله تستاهل 2500 ريال وبيض الله واشكلي حليت اللغز ومثل ما قلت أنا أبو حمد ضيفنا الكريم اللغز سهل يعني غلبنا الجماعة شبال اللي عندهم خبرة في هذا المجال ما شاء الله أنا أبو حمد غلبناهم كوفوا هقول هذا عصر الشبال وعصر العلم عصر تقدم ما فيها ما فيها كبيرة لنالغاش طيب حبوب وين المفتاح توافيق ما يصير لأن الباقي مفهمة نعم سأتوقع أن هذا أنشدك على رجل مهم ومطلوب في غيبة أبو حمد أشرحنا أنشدك على رجل مهم ومطلوب اللي هو اليوم ما عاد في أي معاملة إلا بختم في غيبة فقد الثقة في خواته الأوراق إذا ما عليها ختم ربما أنك تكتب أي خطاب عند الطبعين جبارة لا ما يصير صح إذا كان مقلوب اللي هو الختم على ورقه بعض الناس يقول الخاتف نفسي ينقلب لا في غيبة تفقد الثقة في خواته في غيبة إذا مش موجود على ورقه ما يعتمد لا يعتمد ما تعتمد ورقه ممكن أن تكاتبه حلو طبعا طيب ما يصير صح إذا كان مقلوب إذا كان على ورقه سلقه صح لو حطت ورقه من تحت سير غلط صح هذه توصيفه هذه صفاته هذه صفاته فعلا لغز ممتاز وصح صح صرعي طيب نطرح اللغز الرابع اللغز الرابع أبو ثامن مشاهدين الكرام يقول أنشدك عن رجل مميز ومعروف أنشدك عن رجل مميز ومعروف مهمته ما كل شخص شغالها مهمته ما كل شخص شغالها علمه خفي وتالي الوقت معروف علمه خفي أو تالي الوقت معروف عند البعض والبعض الآخر جهلها عند البعض والبعض الآخر جهلها يا أبو ثامن انتهى كان رجل مميز ومعروف مهمته ما كل شخص شغالها علمه خفي وتالي الوقت معروف عند البعض والبعض الآخر جهلها إذن هذا هو اللغز الرابع أتمنى أيضا أنه يروح الثلاث تلاف الريال ما تقول أقوله حط كمنا يعني أنت تقول صعب أنا أقول صعب ما يحتاج هذا صعب كلها صعب ما فيه تفائل والخير هذا التفائل عقب محمد أبو سيد هذه الماركة عبد المحمد والله أنا أقول أنه صعب وسط وسط إذن عندنا الحين صعب وعندنا وسط أبو صباح أنا ويأخوي صعب خير أبو صباح من وسط الصعب في اللغز الرابع نعم أنت تقول صعب هذا صعب أبو حمد الله يقول أنها وسط ولا أظني كل ما ستجاهل كله يعرفه طيب عندنا ثنين وسط وعندنا ثنين صعب أبو محمد تروح مع من لأن رأى اللغز صح لسانة على نظم اللغز لكنها ما أعطاني المفتاح لذلك صعب صعب ستجي من المفتاح وحط القفل والمفتاح خلاه عنده نعم أنت تشوف اللغز وأنت تقول أنت ما في مفتاح والله أنا صادق وأنت تقول والله ما في شيء يدلك على أن هذا حل طيب هو مبهم الحقيقة أنا أقول وسط مع أبو نعم أنت الخالف سهل ثلاثة ثلاثة أما أنت أخذ ثلاثة أنا أقول اللغز رسط واللغز الرابع أقول يا لهم السهم حظ أن يقوم نحن يشيبان غارب كميح إن شاء الله نحن نمشي نحن نفذل في اللغز اللي رحبا فينا 500 يكفينا وفي استمعك أنا بعد يوم قلنا سعر التنين لنا رصيد رصيدنا مريا طيب نعطيكم مجال تفكرون في حل اللغز الرابع أبو محمد يقول اللغز ما في مفتاح اللغز الأول والثاني والثالث كان فيها مفتاح ولكن اللغز الرابع مبهم ما في مفتاح ولكن يحتاج للتركيز بتركيز كبير أيضا على اساس تقدرون توصلون للحل وإن شاء الله توصلون للحل بنعطيكم مجال تفكرون في حل اللغز وبنطلع وبناخذ شلة من النايف ولا أنا أنا بالنايف مرهاتي كل مرهاتي مرهاتي النايف الله يمسيكم بالخير نبينا إن شاء الله ولا عليك إن شاء الله حاضرين هذه القصيدة للشاعر مع أبن محمد الهاجر يمسي عربه محمد بالخير الله يمسيه بالخير يقول وهي من لون المنكوس صورة الله أبن محمد الهاجر ترى الخير بعد الشر والشر بعد خير وامر البيت من بين ترى 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 تمر السين ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر أم عبدالله نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر عبدالله معنى نانسي قنقر نانسي قنقر عن اللغز صعب ولكن نانسي قنقر نانسي قنقر ماهو احشيشي نانسي قنقر صعب حده حده قنقر نانسي قنقر في المجتمع نانسي قنقر تواجده نانسي قنقر صعبه حده نانسي قنقر حده نانسي قنقر 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 نانسي قنقر